في زيارة غير معلنة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين يزور العاصمة الأوكرانية كييف زيارة تعد الثانية من نوعها إلى أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فيفري المنصر وزارة الخارجية الأمريكية وفي بيان صادر عن بلينكين قال فيه إن إدارة بايدن تعتزم تقديم أزيد من ملياري دولار من التمويل العسكري الأجنبي طويل الأجل لأوكرانيا وثمانية عشر من جيرانها بما في ذلك أعضاء الناتو وشركاء الأمن الإقليميين وفي سياق الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستان خلال اجتماع دولي بقاعدة رامشتاين العسكرية بألمانيا اليوم إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وفق على إرسال أسلحة إضافية تتضمن مدافع هاون وذخائر مدفعية وعربات هامفي وسيارات إسعاف مدرعة وأنظمة مضادة للدبابات بقيمة 675 مليون دولار لأوكرانيا الأمر الذي أكده بيان بلينكين البيان أوضح أن إجمالية المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بلغت حدود الخمسة عشر مليار دولار فاصل إثنان منذ بداية تولي بايدن منصبه كرئيس للولايات المتحدة التزامات أمريكية جديدة بهدف تأكيد جهودها المداعمة لأوكرانيا في مواجهة روسيا فكيف سيكون موقف موسكو حيال ذلك